احنا ما يهمنا اليوم هو العراق ما نجعو الى اليوم هو الحفاظ على العراق والنائي بالعراق من هذا الصراع اللي هو بين طرفين ليس عراقيين كما وصف البيان الحكومي انه اكو خصومة بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية هسه هذه احنا نفهمناها هذه الخصومة مع ايران وتصفية الحسابات على الارض الاراقية والرسائل ملينا منها لكن الى متى هل سيصار الى يعني تبادل وجهات نظر على اهل المستويات بين الحكومة الاراقية والارانية هم يكفون شركم ذيك اسرائيل وذيك امريكا وذيك قواعد بالخليج وذيك قواعد بالسماء هل ستجلبتوا بالعراق روحوا اصفوا حساباتكم بعيدا عننا ما حد يقدر يقول للخامناي لايران هاي الحكاية والله انا كرأي شخصي انا اشوفه التفاهم بين العراقيين تحديدا هو المهم ان نصل نحن الى تفاهم مع الفصائل العراقية المسلحة اللي رافض لحد الان ان يعني تسلك الطريق الدبلوماسي والسياسي وان حاول اقناعها افضل مما ان نذهب ونقنع بلد اخر في سلوك معينة او سياسة معينة المفاهدة كرأي شخصي يعني وربما ربما هناك اطراف اخرى حكومية او مكوناتية ربما تتفاهم مع ايران على ما تقوله لكن كرأي شخصي واعتقد ما تهتم به الحكومة العراقية هو التوافق مع العراقيين سواء كانوا فصائل مسلحة او غير مسلحة يا استاذ سبهان احنا من خلال التفاوض من خلال الحوار من خلال الحوار مع الاخوة الفصائل المسلحة نطلب منهم ان نأيب العراق من هذا الصراع لان الصراع يتسع في المنطقة الصراع لن يكون محصورا في غزة سيتسع لاحقا حتى الامريكان يا سيادة المستشار كأنه يعطون مبرر كأنه يعطون اسمح لي بس كمن الفكرة ما حدث في البحر الاحمر كأن الحوثيين اعطوا مبرر لقيام تحالف الازدهار الدولي ما يسمى بتحالف الازدهار الدولي وهم اطلقوا كم صاروخ ولم يصل ايلات على الطريق انفجر اذا هذا الموقف لا يخدم غزة بالعكس الموقف لا يخدم غزة ابدا كذلك المسيارات العراقية اللي طلعت هذه المسيارات لا تخدم قضية العراق ولم تخدم غزة ايضا بشيء